اليوم فعلا يوم جديد يوم فرح يوم سعادة ما في شك لأن الإنسان يمر بوعكه ويمر بكبوه ويمر ولكن دائما في المستقبل يحمل الفرح يحمل السرور يحمل النجاح يحمل أمور كثيرة تسعد الإنسان مما لا شك فيه إلى أن قد تكون فيها شيء من الحياة دائما تكون فيها شيء من الصعوبات شيء من الكدر لكن الحمد لله نرى هذا اليوم زوال الشيء الكبير من هذه الصعاب والحمد لله كما ذكرت إلى أن دولتنا الرشيدة قدمت ليس فقط اللقاح أو إنما قدمت خدمات لمن كانوا في الخارج لمن عانوا لمن اجتزن مرحلة صعبة فعلا دول الآن ما تزال تحتاج سنوات حتى تستعيد قواها وتستعيد سيطراتها وتستعيد عافيتها الحمد لله حنا بقيادتنا الرشيدة بقيادتنا الحكيمة اجتزنا هذه الصعاب بل تجاوزناها إلى خارج بلادنا الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يا رب لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا لك الحمد كما تحب أن تحمده وتشكر الحمد لله نشكر جميع من ساهم والله لنا إخوة كانوا على ما حن فيه من حضر ومن خوف ومن رعب إلا أنهم يقاسون البرودة ويقاسون الحرارة ويقاسون مواجهة العدو على الجبهة فأسأل الله لهم الثبات وأسأل الله لهم القوة والقدرة والنصر والتمكين وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين وأن يشاركوا أبنائهم فرحة العودة إلى المدرسة وأن يوصلوا أولادهم إلى المدارس مما يسعدني في هذه الأيام في هذا اليوم بالذات يعني إلى أن أحد أبناء هذا الوطن أحد الذين مروا بهذه المحنة في داخل هذه البلاد والحمد لله يعني كنا نفخر ونفتخر ما لا نزال ونفخر بما تقدمه حكومتنا الرشيدة في حن على مقربة من خلال الشهر القادم أو لنا يوم اليوم الوطني لهذا البلاد فنسأل الله أن يكون هذا اليوم يوم نصر وتمكين لنا أن يعجل الله سبحانه وتعالى بالفرج الأكبر وبالعودة الطبيعية وأفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة حياة الله ترجمة نانسي قنقر